الحديث عن مباراة الليلة وحضوظ النصر في التاهل للنهائي القاري ينضم معي بندر رشودة صحفي الرياضي من الرياض مساء الخير بندر وخليني أسألك في البداية كيف ترى حضوظ نادي النصر في مباراة الليلة مساء النور أخي حازم بالتأكيد فريق النصر يعني وصل لهذه المرحلة عن جدارة واستحقاق كذلك الفريق الإيراني عندما يعني يتجاوز الأدوار التمهيدية ومن ثم يتخطى دور الستاعش وأيضا يمضي قدما إلى دور الثمانية ويصل إلى دور الأربعة بالتأكيد هو فريق أن يستحق هذا الأمر بلا شك المباراة صعبة على الفريقين خاصة وهي الخطوة الأخيرة حتى الوصول للنهائي بلا شك النصر يمتلك عناصر مميزة بين صفوفه الفريق الإيراني يمتلك عناصر مميزة إذن الفريقين حظوظهم متساوية في كسب بطاقة التأهل إلى النهائي طيب بندر تخاف على النصر من إيش في هذه المباراة طبعا ما في شك يعني إذا إذا تكلمنا في المجمل يعني بعض الأحيان ظروف المباريات يعني ما تخدمك بدليل أو يعني إذا نظرنا المباراة السابقة الفريق بيروس عيدس مع فريق بختكور دقيقة 15 بختكور يطرد أحد لاعبيه بالبطاقة الحمراء ومن ثم تختلف ظروف المباراة غير هذا الأمر طبعا الفريق النصراوي أثبت من خلال دور المجموعات من خلال تجاوز فريق سبهان أيضا السد والعين تجاوز أيضا فريق التعاون في دورة 16 فريق الأهلي يعني لو حالف المهاجمي النصر التوفيق في تلك المباراة إلا كانت النتيجة أكثر من ذلك لما تقول لي إيش تخاف عليه إيش من النصر يفترض أنه لا تكون هناك ثقة عالية من الطبيع أنك لا بد أن تدخل بثقة ولكن الثقة العالية عدم احترام المنافس إفراد في الثقة قاسد يعني داخل في منافسة مع فريق ما اسمعك حزب أقصد أنه تعقيبا على كلمتك أنه الإفراد في الثقة ممكن يؤدي الفريق خاصة أنه يعطي أفضلية للفريق الإيران تعيد السؤال حزب الله أنا أعقب يا بندر على كلامك أنك قلت إفراد الثقة بالنسبة لنادي النصر ممكن يكون مؤدي بالتأكيد بالتأكيد أنت تلعب أمام فريق يعني قبل الموسمين كان يلعب على النهائي أمام كاشيم الياباني ففريق ليس بالسهل فريق يمتلك عناصر مميزة تحدثنا عن المهاجم عيسى الكثيري أو أيضا حتى لعب الوسط العراقي بشار رسن يعني عنده عناصر يلعب بكتلة واحدة هناك حماس في صفوف الفريق الإيراني تشوفه يعني يهاجم من الأطراف يهاجم من العمق عندما يكون الكرة في حالة دفاع يكون الفريق مدافع بشكل كبير فأنت تتحدث عن فريق ليس بالسهل إذن المهمة صعبة ولكن ليست مستحيلة متى ما أراد الفريق النصراوي أنه يتجاوز هذه المباراة ويذهب إلى النهائي يفترض أنه يعني يضع يعني يعني يضع كامل ثقلة في هذه المباراة يعني يلعب بمتين في المئة خاصة أن الفريق يمتلك عناصر عن مميزة شاهدنا من خلال مباراة السابقة عدد من نجوم الفريق سواء المحلية أو الأجنبية تقدم بشكل جيد إذن تبقى جولة واحدة يفترض الفريق النصراوي يكون أكثر تركيز حتى يستطيع أنه يتجاوز الفريق الإيراني ترجمة نانسي قنقر